يا مساء الخير وياهلا وسهلا بحضراتكم يوم جديد حلقة جديدة السادسة هابتديها الحقيقة بمقولة مش بس عارفينها وحفظينها لكن عشناها وتنفسناها وتكررت معنا على مدار السنين طويلة جدا من عمرنا كنا وقفين فيها في ظهر النادي الاهلي المستحيل ليس اهلوية وزا كان عندك قناعة انه كل شيء ممكن وانه الاهلي مازال عنده امل حتى في بطولة الدوري تبقى اهلاوي حتى النخاع وانا من النوع ده انا من النوع اللي ما بفقدش الامل وما بيقس في اي لحظة من لحظات خصوصا انه الاهلي علمنا انه مفيش يأس مع الحياة وانه الاخر ثانية لازم نكافح لازم نلعب لازم نقدم اللي عندنا والتوفيق ده يبقى بتاع ربنا لو كنت محبط من اللي حصل امبارح انا متفق معاك ومعاك ان الموقف بقى اصعب بكتير عن الاول ولكن المحبط او الاكثر احباطا والاكثر الاما والاكثر وجعا وسميها زي ما تسميها هو حالة العشوائية الشديدة جدا في ادارة منظومة كرة القدم وانا اكسف ان انا بقول كلام ده دايما كنا بنتكلم على فكرة ان احنا ندعم الحكم المصري ودايما كنت بتكلم على انه نحاول نعلم بمستوى المنافسة في بطولة لكن البطولة في شكلها الحالي تحولت الى بطولة مشوهة الحقيقة وما حدث في مباراة الامس تحديدا طبعا الواقع الشهيرة وعدم احتساب الهدف الصحيح اللي صالح النادي الاهلي والكرة اللي عدت خط مرمى الطلايع واللي كتير من حكام الدوليين الحقيقة اكدوا على صحة وسلامة الهدف تكشف ده لانها ليست الاولى ولا التانية ولا التالتة ويبدو كمان انها مش هتكون الاخير مواقف كتيرة جدا حقيقة رصدناها وسجلناها تسببت في ضياع اللقب جوه الملعب وبرا الملعب جوه الملعب حضراتكم شفته وعشته واحنا الحقيقة الملف جاهز عندنا وهنعرضه في الوقت المناسب اخطاء تحكمية فجة وكنا بنقول في الاول انها قد تكون تقديرية لكن من الواضح الحقيقة انها مع نهاية المشوار تمت بسبق الاسرار والترصد والتربص ما اقدرش اقول معنى تاني بطولة فقط فيها النادي الاهلي 15 نقطة بس بسبب التحكيم ومن الناحية التانية جدول دوري مشوه عين فيه النادي الاهلي بطل مصر واللي شرف مصر الحقيقة في كل المحافل الدولية اللي شارك فيها ان انا بكلم حضراتكم عن فرقة دخلت ست بطولات حققت خمس القاب وطوجت بكقوس البطولات دي وفي البطولة السادسة خدت مركز ثالث على مستوى العالم فريق من شهر 11 لغاية شهر 8 اللي احنا فيه نهارده سافر 12 رحلة خارج مصر قابل 18 بطل دولي 18 بطل عالمي على مستوى قارة افريقيا على مستوى قارة اسيا على مستوى قارة اوروبا على مستوى قارة امريكا الجنوبية حقق بطولتين دوري ابطال حقق سوبر افريقي حقق سلسايا طبعا دوري وكاسو دوري ابطال في النسخة الاخيرة بطولة الدوري مش هي اللي هتزعل جماهير النادي الاهلي لكن الحقيقة الشكل والطريقة والاسلوب اللي اضاعب منها القائمين على المنظومة في مصر بطولة الدوري النادي الاهلي هو الحقيقة اللي مقلم بطولة الدوري اللي احنا محققينها 42 مرة في تاريخنا اقرب المنافسين بنتكلم في 12 مرة بطولة الدوري اللي احنا محققين خمس القاب في خمس مواسم اخيرة على التوالي عمرها ابدا ما هتوجع او هتضايق جماهير النادي الاهلي لكن اللي هي دقيقها أكتر أنت بتراهن على إيه يعني أنت بتستفز أو بتصير غضب مين لما يبقى هذا التراكم الكبير جدا من مطشاط النادي الفرقة الوحيدة اللي ما خدتش راحة حد بيقولي في السنة الأخيرة عشر تيام متتالية خد فيها لعابة النادي الأهلي راحة 22 مباراة 22 مباراة لعابة من النادي الأهلي الفصل بينهم 3 تيام على مدار الموسم 18 مباراة من إجمالي 34 هي عدد مطشاط الدوري لعابهم الأهلي يعني أكتر من مطشاط الدوري الأول بمطش أكتر من نص البطولة أكتر من نص عدد مطشاط البطولة بمباراة لعابهم الأهلي في 55 يوم بس من الموسم بتعاقب الأهلي ليه على كل أحوال اللي عايز أقوله بس وأنا مازال عندي أمل مازال عندي أمل تعودت كده يعني التجارب أصلها الكلام مش موضوع حب وانتماء وغيرة وغيرة إلى آخر لا ده تاريخ دي مواقف كتير جدا متسجلة مواقف كتير جدا أنا شخصيا عشتها فأنا مع فرقتي وفي ظهرها لغاية آخر ثانية في عمر الدوري يجي لقب لينا ما يجيش أنا واقف في ظهر فرقتي وانتمائي لكان الأهلي مش مرتبط بشكل من الأشكال بتحقيق البطولات على كل الأحوال النادي الأهلي النهاردة طبعا طلع بيان خليني يبتدي حلقة النهاردة بنص البيان اللي طلعوا النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر